منذ خمسة أيام وتحديدا مساء الجمعة أوقفت مخابرات الجيش ماجد محمد عبدالله الماجد أمير كتائب عبدالله عزام على طريق الحزمي الفياضي بعد عمليات رصد ومراقبة وملاحقة لتحركاته منذ دخوله لبنان عبر الحدود السورية من جهات البقاع توجه إلى بيروت ترافقه مجموعة محلية تدور في فلك تنظيمه وفي التفاصيل أن ماجد الماجد غادر يومها مستشفى المقاصد في بيروت بعد تلقيه علاج غسل للكلة متجها إلى البقاع أوقفته المخابرات في كمين في طريق المغادرة ماجد الماجد كان دخل لبنان بهوية سورية وأسم مزور من ناحيته يتكتم الجيش عن تفاصيل التحقيق قون ماجد الماجد مطلوبا بقضايا إرهابية عدة في لبنان وخارجه تتعلق بتفجيرات إرهابية واعتداءات ضد الجيش آخرها الاعتداءين على الجيش في صيدة وهي العملية التي تردد وقتها أن أحد أهدافها التمويه على عملية تهريب الماجد من مخيم عين الحلوي ماجد الماجد يمثل القاعدة في لبنان بحسب ما أفادت المصادر الأمنية وهو ليس مطلوبا فقط على المستوى اللبناني إنما هو مطلوب من قبل السعودية ودول عربية وغربية عدة أبرزها البلايات المتحدة الأمريكية